مرحباً، في كل مكان من العالم يمكننا تقسيم التعليم إلى قسمين، بالنسبة طبعاً للبدل الذي يدفع لقاءه، فهناك التعليم المجاني والتعليم المأجور أو ما يعرف عندنا بالتعليم الخاص، علماً أن التعليم العام في العالم لا يعني أبداً المجانية. ولسنا الآن بصدد مناقشة سبب تصديع إصابات الأسد لرؤوسنا بمجانية التعليم، فذلك موضوع مختلف عن موضوع اليوم، فاليوم سنجري مقارنة بسيطة يمكننا إسقاطها على مناطقنا المحررة بين التعليم المجاني والتعليم المأجور. في البداية، لعلنا نعلم جميعاً أن قطاع التعليم إنما هو قطاع مستهلك فقط، أي أنه يحتاج إلى مصاريف كبيرة ولا إنتاج له على المدى المنظور. لذلك فالتعليم ودعمه موضوع يؤرق الكثير من دول العالم، ما جعل الأمم المتحدة تقوم على دعمه في معظم دول العالم. يقول البعض إن الاهتمام بالطالب والتعليمه سيكون أفضل بكثير في المدارس الخاصة، كيف لا وهو يدفع ثمن تعليمه؟ ولكن ليس بالضرورة أبداً أن يكون هذا صحيحاً، والأمر راجع إلى المدرسين أنفسهم وتفانيهم في عملهم وإدراكهم لقدسية الأمانة الملقاة على عاتقهم. ولعلنا طالما شاهدنا مدرسين خلال سني الثورة قد تابعوا تعليم الطلاب بشكل تطوعي لسنوات، كي لا تخرج الأجيال جاهلة ضائعة في ظلال التخلف. صحيح أن المدارس الخاصة توفر لطلابها النقل المجاني والصفوف الممتازة والتدفئة شتاءً والتبرد صيفاً والخدمات التي قد لا نجد منها شيئاً في التعليم المجاني العام، خاصة في المناطق المحررة التي تعاني كثيراً من انقطاع الدعم وضعف الإمكانيات. وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة التوجه بشكل كبير نحو التعليم الخاص من المراحل التي تسبق المدرسة وحتى المراحل الجامعية، وذلك لا بأس به في الأزمات المتتالية التي تعصف بمناطقنا، فهو يساعد في رفع مستوى التعليم وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك متبع في معظم دول العالم. ولكن يجب أن يصب جل الاهتمام على التعليم العام، لأن الشريحة الأكبر من الأهالي هنا يعجزون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة وتحمل أعباء جديدة تضاف إلى أعباء الحياة الأخرى عليهم. ولذلك يجب على القائمين على المحرر الاهتمام بالتعليم العام مع التأكيد على دور المدرس الأول في هذه العملية من ألفها إلى يائها، ولأن التعليم حق لكل إنسان، فيجب أن لا يحرم منه أحد تحت أي ظرف كان.